هنبدأ النهاردة ان شاء الله بمنامات كثيرة جدا يا رب نقدر نحن نقدر نجمعها ونجبها لكم في تفسير المنامات اللي هي الإنسان لما يشوفها تبشر بالخير طيب هنبدأ كده ونقول للرجل مثلا المتزوج الرجل المتزوج لو رأى في المنام ان ربنا سبحانه وتعالى قرمه بملبس طيب يعني شاف نفسه ان هو لابس لبس طيب لبس جميل لبس فيه راحة ده دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى هيصر لأموره وان كان متزوج الحياة بتاعته الزوجية هتكون حياة جميلة جدا حياة فيها خير حياة فيها استقرار حياة فيها أمن وأمان لو لأ ملبسه ملبس جميل مريح ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بقول ايه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ده دليل على ان الملبس في المنام لما يكون جميل جدا للزوجين فبيكون دليل على الراحة دليل على الاطمئنان دليل على الاستقرار في الحياة الزوجية فكده لما حتى الاخت المتزوجة أو الاخ المتزوج يشوف الكلام ده في المنام ملبسه جميل ملبسه فيه شكل وراحة نفسية ده دليل على الايام الجاية اللي هكون افضل واحسن في حياته الزوجية